قام دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة المنطقة الاستثمارية بيراماتز لتنمية المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وقام رئيس الوزراء بزيارة أحد المصانع والذي يقوم بإنتاج عددات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية ولدى دخول المنطقة خضع رئيس الوزراء ومرافقه لإجراءات الوقاية المتبعة ومنها قياس درجة الحرارة، التعقيم، ارتداء الكمامات، القفزات وسترات الوقاية وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع العمال للتعرف على عدد ساعات العمل وتقسيم الورديات وأماكن الإقامة وأشهد رئيس الوزراء خلال الجولة باستمرار العمل في كافة المصانع وفقا للضوابط تحقيق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ترجمة نانسي قنقر